هذا البرنامج في رعاية أمانة كابتر مشاهدين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في حقيبة جو بكل بساطة هذه الحلقة ستكون جولة سريعة عامة على ما حدث في هذه السنة بالاقتصاد وفي أيضا العملات والأسهم مشاهدين أبدأ طبعا مع العناوين المهمة سنة 2015 طبعا عملة هي كانت سبب في بداية السنة في صدمة للأسواق يعني كنا بنعرف أنه الفرنج السويسي ضرب الأسواق ضربة كبيرة جدا تعرفوا من بعد فك الارتباط بزوج اليورو ومقابل الدولار فك المستوى الواحد عشرين الذي كنا يدافع عنه البنك السويسري دائما وفجأة فك الارتباط وصف في هذه كبيرة جدا في الأسواق وارتفع الفرنج بشكل حاد أمام اليورو وأمام الدولار إذن إجت أتت الصدبة من الفرنج رجع هذا بالفصل الأول فصل الثاني أتت العملة الصينية وضربت أيضا الأسواق بشكل كبير جدا في جهر أغسطس وصححت الأسواق بكوة يعني لم يقتصر فقط على حركة العملات امتدت إلى تصحيح كبير بالدوت جونس تصحيح كبير جدا في الأسواق الأوروبية شاهدنا ذلك داكس كسر إلى عشر تلاف وقته من بعد ما وصل إلى مستويات فوق 13 ألف وأيضا شاهدنا يعني شاهدنا العملة الصينية رجعنا شاهدنا الفرنج السويسري وثم أتت بعض المشاكل من الصين أيضا بشأن تباطئ الاقتصاد وشاهدنا أنه صار صعب أن يسجل 7% الاقتصاد الصيني وكسر هذه المستويات وبالتالي أيضا كمين الأسواق كنت منتظرة وتراهن على ذلك أيضا إجا النظر على الاقتصاد الأمريكي سنستعرض كل هذه الأشياء سأبدأ سريعا جدا من مثل ما قلنا الفرنج السويسري فكرت تباطه باليولو وقتت بعدين عملت الصين وعملت ضق وهزف الأسواق كانت تأتي بالفصل الثاني من السنة الفصل الأول كانت مسيطرة عليه لفرنج السويسري بعدين صار في تداعيات كبيرة جدا بمنسبة رفع الفائدة بالنسبة إلى على الدولار إجاء الأداء الضعيف نوع المال للاقتصاد الأمريكي وبدأ الدولار القوي يفرض نفسه على نتائج الشركات وبالتالي أيضا أصبحت بيانات الاقتصادية الآتية من التحدي الأمريكية تعطي بعض الضعف في صحة الاقتصاد الأمريكي ولكن رغم ذلك التكونات بعدها بقي أنه يمكن يسي فيه رفع كبير جدا احتمال كبير أنه يسي فيه رفع لعادلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وهون صار فيه مخاوف أيضا من أضعاف النشاط العالمي وكل ذلك عم يأتي من قصة قوة الدولار طبعا هون بدي ذكر أنه الفيدرالي يمكن في أي لحظة أنه يفقد أعصابه ويلغي كلها التشدد أنه اللي بديه يعمله بالسياسة النقدية طبعا تشدد بالسياسة النقدية ماذا تعني؟ تعني رفع للفائدة تسهيل السياسة النقدية مثل اسم التسهيل الكمي أو برنامج التيسير الكمي وبالتالي معادلات فائدة كلها متدنية جدا وضخ أموال تشديد هو رافع لها الفائدة وما فيه ضخ أموال أكيد يعني ممكن الفيدرالي اللي جاء يعقل سياسته إذا أظهر عنده ربع واحد فقط مستوى كان مش جيد وبالتالي ربع ضعيف واحد ممكن يقلب رأسا على عقب هذه السياسة النقدية طبعا السياسة النقدية حاليا هي العامل الأول والمهامل على الإطلاق وتشاهدون ذلك رغم التوترات في الجيوسياسية إن كانت مؤخرا بين تركيا وروسيا أو شهدنا أي توترات جيوسياسية أو عسكرية فقط اللي أم بأثر على العملة أكتر شيء وعلى الذهب بشكل خصوصي هو السياسة النقدية أول استينغ في هذه الحلقة ونتابع مشاهدينا أنتقل إلى أوروبا طبعا أوروبا مشكلتها مغايرة نوعا ما عن الولايات المتحدة الأمريكية فيه مثل ما بتعرفه فيه سياسة نقدية مختلفة كليا طبعا أوروبا ماذا يحصل في الشيء الجميل حاليا في أوروبا أنه أي تسير كمي جديد حيكون تحت أوضاع أفضل بالنسبة له بالتالي حيساعد أكتر حنشهد الشيء مشكلت بداية البنك المركزي الأوروبي مع اليورو لماذا من وقت إلى آخر كان يرتفع اليورو المشكلة أوجد المركزي الأوروبي بنفسه من خلال طبعا مواصلة التسير النقدية اللي عم بيكون الأقوى وبالتالي شجع السوق أنه يذهبوا إلى اليورو لا يعتباره عملة تمويل لتجارة المناقلة وبالتالي صار في طلب على اليورو وارتفاعات الخبر الجيد للمركزي الأوروبي أنه أي تسير كمي جديد أو الخبر الصار خلينا نقول أنه ظروف الاقتصادية حتكون أفضل وبالتالي نتائج هذا التسير حيكون فعال أكثر سويا إذن حيكون فعال أفضل لأنه ظروفية كمان أفضل والجميع ينتظر مثل العادي متى سيتعادل اليورو مع الدولار أو متى سيعود نقطة التعادل طبعا بس بتذكر هون أنه يلي ما بيتابعوا كتير كانوا بالسابق افتتاحا كان اليورو الدولار أعلى من اليورو ووصل إلى مستويات 0.80 يعني الدولار أعلى من اليورو بعشرين في المئة يعني إذن من نقطة التعادل طبعا صار فيه ارتديلات بالسيافية ولكن دائما المستهدف طبعا خلينا نتكلم أنه ماريو دراقي في هذه الفترة وخصوصا أنه معدل الصرف مهم جدا عنده ولكن ليس هو الأساس لو من السهل أنه تضبط الأسواق وتضبط معدل الصرف ولكن دائما العمل مع سياسة دراقي ما بيسمح أنه اليورو ظل 1.14 و1.15 يمكن يظل أسبوعين ثلاثة ليشاهد تأثيره على الاقتصاد ولكن كمبدأ فقط بضع كلمات منه بمؤتمر صحفي بيوديه بسرعة إلى المناطق اللي عم نشوفها بالوقت الحالي برجع بيزاب إلى الصين نحن هيك قطعنا إلى أوروبا برجع بيزاب إلى الصين الصين ما المشكلة الرئيسية طبعا إذا ارتفع الدولار مزيدا يعني إصار فيه ارتفاع مزيد للدولار بالمستقبل اليوان هون عم نشهد أنه يعني بدي أقول بس أنه الصين هي تتأثر مثل غيرها بارتفاع الدولار لماذا؟ تتأثر بأرتفاع الدولار لأنه انسوا الصادرات وما إلى ذلك إذا انخفضت العملة في الصين فورا نتقلم أنه الصادرات هذا جيد بالنسبة للصادرات ولكن دوما فيه عامل مهم جدا مقابل الصادرات وهو أي عامل بتنخفض بدولة على شكل متتالي أو على فترات متتالية هذا بشكل فورا ردة فعل من رأس مال أجنبي يخرج من البلاد بسبب تدور العملة وبالتالي الخروج من استثمارات أو أموال أجنبية من البلاد مقابل أنه إربع بالصادرات يعني خطر أكتر بيكون أنه يخرج أموال الاستثمار الأجنبي وبالتالي مش فورا لازم يتكلم أنه انخفضت العملة أنه خلص فورا هذا جيد للصادرات لا لازم ناخد كل الاعتبارات مساوئ وخليني أقول مساوئ وكل شيء بفيد الاقتصاد من هذا التخفيض ستينج ونتابع مشاهدين أبكف في الصين طبعا نظرة سريعة ماذا ممكن أنه يحدث بالصين وماذا تنتظر الصين طبعا العملة الصين هي الحدث وهي صعوب الحديث كله توقعات أيضا بمزيد من التخفيض ولكن ممكن هالتخفيض ما يكون مدعوما من بنك الشعب الصيني طبعا الجميع يشعر بالقلق ويتساءل ماذا سيحصل في الصين بانك نمورة يعتقد أنه نمو الاقتصادي ليس فقط كسر من ناطق السبعة في المائة ولكن سيكسر مستويات السبعة في المائة وسيطبط إلى خمسة فاصلة ثمينة في المائة هيدا بانك نمورة اللي عم يتكلم هذا الشيء بانك الياباني المعروف جدا أيضا ماذا سيحصل إذا ارتفع الدولار هل سيسبب مشاكل إلى الصين نعم يسبب مشاكل إلى الصين مثل ما ذكرنا ارتفاع الدولار سيسبب لمشاكل بالنسبة إلى الصين وأيضا مثل ما قلت انخفاض عملة الصين سلن يشجع أن يأتي تضفقات خارجية بشكل خطر الشيعة الاقتصاد وأيضا أي تباطئ في الصين لن ينعكس فقط ستتباطئ معه الأسواق الناشية الصين هي قائدة الاقتصاديات الناشية الصين تمثل الاقتصاديات الناشية والصين هي ورشة ونمو العالم أذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بالفترة الأخيرة كان الحدث عيد الشكر وبالتالي بصير في حركة شوبينغ واستهلاك قوي جدا بالولايات المتحدة الأمريكية حصل هذا الشيء نعم وأيضا شاهدنا أنه بالولايات المتحدة الأمريكية حاليا صارت سيلكتف أو منطقات الأسهم بشكل مختارة بشكل أنه حنشوف كيف هي الطريقة مثلا حاليا مجموعة صغيرة ومختارة من الأسهم تقود السوق الأمريكي وتحافظ على المستويات الحالية طبعا بتعرفوا مثل ما بتعرفوا السوق الصعيد صلى أكتر من تقريبا من عامها السابع سبع سنوات من صعود متواصل بدأ بضخ من التسير كمي وشراء الأسهم من الشركات التي تعمل تشتري أسهم وما إلى ذلك ولكن شاهدنا أنه بدأت هذه الارتفاعات نوعا ما يعني تتباطى ويصير فيه نوع من فرامل في الارتفاعات بطلت من قبل كنا نشوف راليات قوية وعالية جدا طبعا من الطبيعي أنه يسي فيه عدم تسارع للسوق حاليا ماذا يحصل؟ مجموعة من الأسهم الكبيرة وصار فيه مستحلحات دخلت مؤخرا على أسماء هذه المجموعات طبعا هذه المجموعة من الأسهم الكبيرة تقود والستيت حاليا معظم الأسهم إذا من أن يخد الأداء انخفضت هذه السنة ولكن بالسابق بدأ الأسهم الكبيرة حاليا كانت الأسهم الصغيرة هي تهيمن على السوق لأنه عائداتها على المدى الطويل كانت أعلى من المؤشر وبالتالي أيضا ما من أن ننسى أنه تيسير كمه كان القائد في الارتفاعات منذ أن سجل الدو جونز المستويات 6200 نقطة ما هي هذه الشركات وما هي المصطلحات للشركات؟ طبعا الشركات صارت يعني معروفة جدا ودخل مصطلحات لها هنشهد ما هذه المصطلحات طبعا منشهد هون فيه الفانج اللي هي الأحرف الأولى من فيسبوك أمازون لحظوا الأف للفيسبوك الأي للأمازون وما إلى ذلك كمان لدينا المجموعة الثانية اللي بيدخل فيها برايس لاين إي باي ستارباكس مايكروسوفت سيلس فورس بقى كل هالشركات صارت يعني المجموعة الشركات هي اللي تتقود بشكل محدد حققت هذه الأسلوب تقريبا مكاسبة أكتر من 60% هذه السنة مؤشر SP إذا بتاخدوا منذ بداية السنة فقط هو مرتفع 1% صحيح صار فيه ارتفاعات كبيرة جدا ولكن صار فيه تصحيحات ثم عادت مرة جديدة ولكن منذ بداية السنة الارتفاعات فقط 1% عم تشاهد بها الأسلوب صار فيه 60% لحظت ذلك مع أسلوب فيسبوك خصوصا بعض النتائج والعائدات التي سجلتها الشركة والتغير الجزري والجوهري في النتائج وفي الأرباح فاجأت فيها يعني مش فاجأت ولكن جيت نتائج جيدة جدا أيضا بقوة من فيسبوك هيك بنوصل لأول فقرة من البرنامج طبعا سنفصل البرنامج مرتين سأرجع أذهب إلى أبرز ماذا حصل هذه السنة في اليورو ماذا حصل هذه السنة أيضا في النكايد أو جونز دهب وأيضا سأتناول أبرز المؤشرات والباوند أيضا ولكن سأنتقل إلى فصل أفصل البرنامج أثمان وأعود مرة جديدة ابقوا معنا مشاهدينا نحن دائما على سي أم بي سي عرب اليوم هذا البرنامج برعاية أمانة كابتر هذا البرنامج برعاية أمانة كابتر مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في حقيبة جون نحن في الفقرة الثانية من البرنامج نتناول فيه ماذا حدث من أحداث مهمة جدا هذه السنة كنا أطلعنا وشاهدنا كيف بدأت السنة وبدأت بخضة وصدمة من الفرانك سويسري ثم شاهدنا العملة الصينية وشاهدنا الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي في هذه الفقرة التالية مبنمش سأتناول ماذا؟ سأتناول حركة اليورو الباوند الدهب وأيضا الدو جونز والنيكي سأبدأ مع اليورو ماذا حصل في اليورو طبعا اليورو مثل ما بتعرفوا وقت إعلان التيسير الكاميكي بمستويات قريبة من 21-22 إعلان صريح وبشراء الأصول من ماليو دراكي بمؤتمر صحافي شاهدنا هذه الأشياء وانهار اليورو بشكل دراماتيكي وذهب إلى مستويات الكسر فيها الواحد سفر خمسة ثم ارتد مرة جديدة إلى مناطق الواحد سبطاش ومن الواحد سبطاش عاد مرة جديدة ويحاول أن يعود مرة أخرى إلى مناطق كينت قريبة من الواحد يعني أرقاع السابق الأخير ولكن عاد وارتد نوعا ما خلال هذه الرحلة كيف كان تأثير التيسير الكامي التيسير كامي مع البيانات الأوروبية كان لا يعمل بشكل كبير جدا طبعا الأسهم العملة تعمل بشكل استثنائي وخرافي ولكن الاقتصاد كان لا يعمل جيدا وبالتالي طبعا مزيد من التيسير وضغف الاقتصاد لأنه لا يكتفي بالواحد فاصل واحد تريليون بحاجة أكثر أكثر خصوصا لماذا لأنه عند إعلان الواحد فاصل واحد تريليون لم يكن هناك شيئا في الصين ولم يكن هناك أي طباطق في اقتصاد التحدى الأمريكية سنبدأ ونشاهد طبعا هذه الأشياء ولكن قبل قبل ما شاهد حركة اليورو بس بتذكر هون أنه بالدود جونز كل سهم يشكل تلجيح 0.2 في المائة وبالتالي فشلت الأسهم المتوسطة هون بالتغلب على المؤشر ومعظم الأسهم الأمريكية انخفزت السنة مجموعة اللي زكنيها كان بالفقرة الأولى أبقت المؤشر بمستويات مريحة برجع بذهب إلى يعني اليورو وهي اليورو مثل ما تكلمنا يعني كنا نحنا متكلمة الاقتصاد الأمريكي ما كان فيها المشاكل ما كان في عندي مشاكل طباطه اقتصاد أمريكي وقت الأعلان على مبلغ للتريليون ومية ما كان في مشكلة الصين أتت الصين نحن بحاجة إلى تعديل التريليون ومئة خليل استعدت أبرز المحطات التي زارها اليورو هذه السنة من أين بدأ إلى أين هبط إلى أين عاد وإلى أين هو اليوم سويا هذه حركة اليورو طبعا هون المؤتمر الصحافي عند الـ 21-25 ضرب ونزل بشكل دراماتيكي كبير جدا وهنا سردد لاحظوا هون كل شامعة تعتبر أسبوع لاحظوا عدد الأسابيع التي هي باللون الأحمر والهبوطية وبالتالي يشوفوا عدد كبير جدا من الأسابيع باللون الأحمر ثم سجل وكسر الـ 105-104-6067 ثم عاد وارتد مرة جديدة الارتداد ورجع تحرك بمنطقة سايدويز أو مناطق عرضية ثم عاد مرة جديدة لاحظوا السهم باللون الأحمر السهم الأخير الذي يمشي إلىه عند الـ 11-17 لم يستطع أن يصمر فقط كان تسجيل ومن وقته زهب ورجع كرج وانزلق مرة جديدة كسر الـ 11 إلى أن وصل لهذه المستبات نحن اليوم ماذا يحصل بالعملة الأوروبية الموحدة؟ طبعا هل وصلنا إلى وقت التضخم يغلب البنوك المركزية؟ يعني مشكلة الانكماش هل لا يستطيع البنوك المركزية أن توجد تضخما في بلدانها أو لا؟ طبعا المشكلة عم تكون قوية جدا وكبيرة بالاقتصاد وبالتالي لا يكون سهلا سلاح البنوك المركزية أوروبا أسر التباطق بكوة وبالتالي انعكس كمينا بفائض النفضي المعروض لأنه كان تاخد نمو مهم جدا شهدنا أنه أي عودة للنمو الأوروبي ممكن تاخد بعض المعروض من العرض الزائد من النفض في الأسواق هذا كان اليورو أذهب إلى الباوند الباوند كان متوقع أنه الباوند وهون عم نشاهده حركة مغيرة تماما لاحظة هنا حركته مختلفة عن اليورو بشكل كبير جدا متل ما فيه بيقى اليورو منطقة الواحد سفر خمسة فيه أن الواحد خمسين حاليا مهم جدا عند الباوند طبعا الباوند قبل ما أبدأ حافز عن غيب وبشكل يعني منطقة محببة لمنطقة الثلاثة وخمسين للستة وخمسين منطقة يتدول فيها وصراحة هي منطقة حيرة يعني ممكن إذا عملت شورت أو باعت الباوند با المستويات أو عملت تونج واشتريت الباوند على المستويات الاتجاهان ممكن كتير أنه ينزل يعني مناطق بتربح بالاتجاهان ولكن كمان شاهدنا رح نعود مرة جديدة أنه إلى حركة الباوند لاحظوا هون بالشهور الأخيرة يعني خصوصا بالنصف الثاني من الجولاي وهو باتجاه هابط من الستة وخمسين وسبع وخمسين هبوطا طبعا المناطق اللي سجلها بالسابق كانت عالية جدا ورجع هبط وتراجع وكسر الخمسين ولكن لاحظتوا أيضا أنه بالأشهر الأخيرة كيف لما يكسر الخمسين ارتد مراجات جديدة بقوة طبعا الباوند كان منتظر أنه يصير فيه رفع للفائدة ينتظر الدولار يراقبه ليصبح الفيدرالي وبانك إنجليترا أول بنكين يرفعان معدلات الفائدة وهو مرشح الشيء والاقتصاد البريطاني أيضا يجب الانتباه على فقاعة الأقار عنده الفاخر وأيضا نعرف أن الاقتصاد البريطاني يتأثر عندما منطقة اليورو يحصل فيها أي شريك كبير ورئيسي فيها ستينغ ونتابع مشاهدين أصل إلى الدهب والسؤال الكبير جدا كيف عنا في اليورو متى سيتعادل مع الدولار عنا سؤال مهم جدا متى الدهب سيكسر الألف دولار الأمصر طبعا السؤال ينتظره الكثير ولكن كان حاليا عم يوصل إلى مناطق ألف وسبعين ألف وستين ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه الدهب بعيد ستين دولار فقط عن منطقة الألف دولار وبالتالي لا يكسرها هل سيكسرها مع الفائدة أو لا؟ أو ينتظر الخبر أو لا؟ بس الأرجح أنه عم نشهد أنه مؤشرات الفنية هي السيئة للمعدن الأصفر وأيضا العوامل التي كانت تساعده في السابق لا تساعده لكن الأبرز أنه الدولار هو يقود الدهب في كل الاحتمالات سويا من شهد لحظوا الدهب دائما القمم هابطة والدولار مسؤول تسعين فئة المئة عن حركة الدهب هي قاتية فقط من الدولار وليس من أي شيء آخر إنسوا أي شيء يؤثر على الدهب كان في السابق نأخذه بالاعتبار طبعا نلاحظ هون هذه المناطق قريب من الألف يعني نحن ألف وتسعمية وخمسين ألف وتسعمية وعشرين دولار وشهدناها هون عم شهد نحن حركته بالألفين وخمستاش ولاحظوا آخر القمم حتى عنده صعوبة كبيرة جدا أنه يعود كان إلى الألف ومتين دولار أذهب إلى الفضة الفضة مهمة جدا كان عم شهد أنه الأربط عشر دولار دائما هناك شراء عليها دائما هناك ربح كبير جدا عمدنا تشتري الفضة عند مستوية أربط عشر دولار شهدنا في كسر كان للأربط عشر دولار هايدي حركة الفضة اللي عم نشهدها وشهدنا أنه متلق ضربة كبيرة جدا وقوية خسارات كبيرة جدا كانت أكتر من الدخب برجع بذهب إلى الدود جونز طبعا طبيعي أنه أتناول الدود جونز والكل كيف حيسلم باراك أوباما السلطة سنتجية هل حيسلم ويكون الدود جونز فوق العشرين ألف أو لا ويكون التسليم هادئ في البورصات أو لا أو ممكن ينصي في تصحيح كبير جدا على أيام أو لا ماذا سيحصل دولار أين سيكون عندما سيسلم وليته وأيضا الأسواق الأسهم أين ستكون سيسلم وليته وعند أي نمو الولايات المتحدة عندما سيسلم وليته وأيضا الفائدة أين ستكون يعني أربع أشياء مهم جدا العملة الدولار وأيضا الأسواق الفائدة على الدولار وأيضا النمو الاقتصاد الأمريكي وبالتالي خلانا شهد الدود جونز صحح وتصحيحه كان بشهر 8 كان مؤذي لبعض الأسهم وتسبب بخسارات كبيرة جدا للمتدولين كان التصحيح عنيف جدا شهدناه بعد ضغط لاحظوا الشموع المتقاربة الكثيرة التي شهدناها شهدنا شموع متتالية ومتقاربة كانت ومزعجة واتجاه كان متداخل شموع داخلة وفي تداخل أوفرلاب كبير جدا بين الشموع وفجأة شهدنا الاتجاه كان الهابط الذي ضرب وكسر مستويات الـ 15500 وثم عادة وارتدة وعادة إلى المستويات هذه هي كانت حركات الدود جونز آخر شي رح الأفضل أداء بالأسهم هني دائما الأسهم اليابانية ولكن الأسهم اليابانية تاريخيا بعدها لم تكسر المستويات الكياسية لم تعود إلى ما كانت عليه من قبل لم تسجل من قبل نحن هبطيه من 38 ألف بس الشي حصل بالـ 89 بينما أسواء الأمريكية وأسواء الأوروبية كلها كسرت الأرام الأيسية ولكن الأرام الكياسية السابقة لم تكن سنة الـ 89 كانت فقط سنة الـ 2008-2007 وبعضها مثلاً 2007-2008 لم تكن بالـ 89 مثل حال الصين حال اليابان واليابان هون عم نشيد أنه عادت مرة جديدة إلى مستويات نصف ما حققته لأنه عـ 38 ألف عنه 19 ألف كانت 38 ألف حالي نقول 40 ألف عنده 20 ألف تخطينا العشرين ألف مرتين باقي 3 شهر وشهدنا الشهر ولكن بعدها فقط 50 فيه المائة وعلى معدل صرف اللي هو المية و 23 طبعاً متوقع كماناً أنه يتوقع عن أموره أنه يوصل الأليان الياباني مرة جديدة إلى مستويات المية وخمسة وعشرين ممكن هون طبعاً مع الأسهم يرجع فيه ارتفاعات إزعى المية وخمسة ومية وثلاثين يصير مثلاً السوق مثلاً 27 لأنه تعرفوا العلاقة الكبيرة جداً المتوافقة بين الأليان الياباني والنيكي وهذا كان النيكي يشاهدني عنده 20 ألف إيميل برنامج جو.هاواتاماناكابيتل.com سينبسي أريبيا دوتكم أرشيف الحلقات على الموقع الإلكتروني وأيضاً موجود على التويتر بيشرفني كتير متابعتكم أتت جو أندرسكور هوا وان تغريدات متواصلة على التويتر وبيشرفنا كتير المتابعة هايك من نصر نهاية البرنامج تحيات المخرج الصديق عمر بطارسة بيشو الحمود أيضاً على السي جي وشكراً للمشاهدين من الجميل التأم معكم مرة جديدة في الخلقة القادمة هذا البرنامج برعاية أمانة كابيتل اشتركوا في القناة